حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني القصف الإيراني على مقرات أحزاب كردية إيرانية معارضة في مناطق ضمن حدود مدينتي أربيل العاصمة وأسليمانيا وقال بارزاني خلال مشاركته في مراسم افتتاح معهد الإبداع والحداث في أربيل في معرض إدانته للهجوم قال إن القصف الإيراني اليوم يعد انتهاكا لسيادة العراق وإقليم كردستان العراق ندين هذا الاعتداء والخرق لسيادة العراق وإقليم كردستان ونتمنى الشفاء العاجل للجرحة مع الأسف تعرضت مواقع بكردستان مرة أخرى إلى هجمات صاروخي أو قاعد شهداء وجرحة هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني إن استهداف الحرس الثوري لمقرات أحزاب إيرانية تصفها طهران بالمعارضة شمالي العراق جاء بعد إنجاز المراحل القانونية كافة وإن طهران قدمت مذكرات رسمية للعراق وللأمم المتحدة تثبت قيام تلك الأحزاب بالتعرض لأمن إيران الحدودي على حد تعبيره إغدام جمهوري إسلام إيران تحرك إيران لضرب هذه الجماعات أتى بعد طي المراحل القانونية الثنائية والدولية هناك مذكرات رسمية من إيران لدى العراق تم تثبتها لدى الأمم المتحدة أيضا مع وثائق وشواهد وقد طالبنا العراق بتوسيع سيادته للسيطرة على أمن الحدود ونشر قواته العسكرية هناك إضافة إلى توفقات مع حكام إقليم كردستان حول القضية نفسها لكن يبدو بأنهم لم يوفقوا في تنفيذ مهامهم حتى الآن وللمزيد ينضم إلي من أربيل مراسلنا غسان خضر غسان يعني ما سياق هذا القصف التي تعرضت له المناطق الحدودية ما هي هذه المناطق أيضا التي تعرضت للقصف كما أن التوقيت يقول الكثير وردود الأفعال المتعلقة بكل هذه التطورات نعم زاهر إذا تحدثنا عن الأماكن التي استوثفت هي نفسها الأماكن التي استوثفت في وقت سابق في أواخر سبتمبر هي مواقع لأحزاب إيرانية معارضة موجودة في أربيل وفي السليمانية في أربيل هناك الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض وفي السليمانية هناك حزب كومالا وهو أيضا حزب معارض موجود هنا في أقليم كردستان قصف اليوم كان كان أقل من القصف السابق هو أوقع قتيل واحد وعشرة جرحة حسب تصريح وزارة الصحة في إقليم كردستان محليا هنا في كردستان كانت هناك إدانات منذ الساعات الأولى أما الإدانات الرسمية العراقية فجاءت متأخرة نسبيا قبل قليل كان هناك إدانة من وزارة الخارج العراقية قالت بأنها تدين استهداف إيران لمواقع في إقليم كردستان وقالت بأن هذا تصرف أحادي استخدمت هذا التعبير هذا أيضا زاهر يتعارض مع الموقف الرسمي الإيراني الذي قال كان يوحي بأن هناك كأن هناك علم للجانب العراقي بالقصف الإيراني لكن على ما يبدو حسب تصريح وزارة الخارجية بأن الجانب العراقي هو ليس معنيا بالموضوع ويعني لا يتفق مع الجانب الإيراني بأن إيران تستهدف أحزاب معارضة هنا في إقليم كردستان أيضا ردود الفعل كان هناك تصريح من السفارة الأمريكية في بغداد قالت طالبة إيران بيوقف القصف على مواقع في إقليم كردستان وأيضا كان هناك تصريحات من بعض السفارات الموجودة في بغداد منها السفارة الكندية وأيضا السفارة الألمانية كلاهما أدانتها القصف واعتبرته خرقا لسيادة العراق عمليا هناك قتل واحد وهناك عشرة جرحة لكن الحزب الإيراني الذي استهدف هو أيضا قال في تصريح رسمي على مواقعه الرسمية بأن هناك قتلان عنصران أيضا قتلاء في القصف غسان فقط للتوضيح ما حجم الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في مناطق كردستان العراق وهل تتوزع في المناطق الحدودية أم في الحواضر الداخلية خاصة أن القصف استهدف أكبر مدينتين في الأقليم ربيل والسليمانية نعم زاهر مقار هذه الأحزاب هي موجودة في مناطق حدودية نسبيا تبعد تقريبا مئة كيلومتر عن أربيل وعن السليمانية وبالتالي هي خارج المدن أيضا زاهر قد لا يعرف الجميع بأن هناك أيضا لاجئون إيرانيون موجودون في إقليم كردستان هناك أكثر من عشرة آلاف لاجئ موجودون في إقليم كردستان وهذه الأحزاب هي أيضا لها قاعدة شعبية هناك إن صح القول جالية إيرانية موجودة في إقليم كردستان وهناك أيضا أحزاب ولها مقار لكن المواقف الرسمية دائما في إقليم كردستان تقول بأنها لا تتبنى أو غير مسؤولة عن النشاط العسكري الذي تقوم به هذه الأحزاب المتواجدة على أرضها إيران تصير دائما بأن على السلطات العراقية طرد هذه الأحزاب لكن الجانب العراقي أو على الأقل هنا في إقليم كردستان يرى بأن حالة إنسانية وجود أكثر من عشرة آلاف لاجئ إيراني موجودون في إقليم كردستان وموجودون في مناطق حدودية نوعا ما هذا القصف ظاهر منذ سنوات لم يتوقف أبدا لكن خلال هذه الأشهر الثلاثة الماضية أصبح الموضوع صدى والسبب أنه أوقع ضحايا في المرة السابقة أكثر من عشرة ضحايا واليوم ضحية وعشرة جرحا شكرا شكرا جزيلا لك غسان خضر على كل هذه الإضاحات حدثتنا من أربيل شكرا جزيلا لك